بعد فحص عظام أسدين تم اكتشافها مؤخراً في ألمانيا تعود إلى ألاف السنين وجدوا ثقباً في أحد أضلع الأسد وهذا يدل على أن الأداة الخشبية التي استخدمها إنسان نياندرتال وهو أول إنسان بدائي كانت تستخدم لصيد الحيوانات المفترسة حيث جرت عملية الصيد قبل حوالي 48 ألف عام خلال العصر الحجري القديم الأوسط ووجد هيكل عظمي شبه كامل للأسد وهذا يدل على أنهم كانوا يأكلون الأسود وأن إنسان نياندرتال كان قادراً على صيد أسود الكهوف بنشاط باستخدام رماح خشبية بسيطة وإنسان نياندرتال هو سلالة منقرضة من البشر أو أشباه البشر ظهرت منذ حوالي 400 ألف عام واختفت قبل 40 ألف عام